وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون الأحوال المدنية مؤكدين أن هذا التشريع يعمل على توحيد القوانين نقش المجلس تعديل على قانون سن أصدار الطاقة الشخصية لتصبح 15 عام ويمكن القانون يتوافق ويعمل تنسيق ما بين عدة قوانين سواء قانون العمل أو قانون الطفل أو قانون الأحوال المدنية اللي بيبقى فيه استقلالية للطفل عن والده بعد 15 عام وفيه استقلالية مالية وفيه جزء تاني خاص بأنه يبقى مسؤول عن الأعمال المدنية اللي بيقوم بها وأعتقد أن التعديل التشريعي ده بيعمل على توحيد القوانين نقشنا اتفاقيتين متعلقين باللجنة الطاقة والبيئة أول اتفاقية كانت منحة مقدرة بمليون ونصف مليون يورو وكانت موجهة لوزارة البيئة الهدف الأساسي من المنحة دعم الاستثمارات المتعلقة بالبيئة والمناخ لأن سبحانك تتعرفي نحن بصدد استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 اللي بنتمنى بالتأكيد للدولة المصرية في التوفيق والنجاح ونتطلع بأكبر استفادة ممكنة سواء لنا كدولة مصرية أو القرى الأفريقية اللي احنا بنمثلها في المؤتمر